الله بتعلق على باب المحل المكتوبة عليها الزبون على حق ايو صح بدون قانون حماية المستهلك اختفت دلوقتي اختفت صح السفدلة ده ان البضاعة المباعة لا ترد ولا ترد يعني للأسف مزبوط ففي حاجة اسمها مواثيق شرف التجار التاجر المحترم يعلم حق وحق المستهلك بتاعه لكن لما نوصل لهذه الدرجة لابد ان احنا نتدخل ولابد ان احنا نضرب بيد من حبيب على كل من يتاجر بالأزمة هنضرب بيد من حقيقة ايه لتعامل من يوم الاربع لحد النهاردة فيما يتعلق به الغرف التجارية واللي عملته والتحاد الغرف اللي عملوا معه كبار التجار الصناع الهايبر السوبر ماركت ايه اللي عملوه احنا يا فندم فيه توجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة للجميع احنا مش بس هنتوقف عند التنصيق مع التجار بصورة نظرية لا احنا من الارضة بننشئ اكتر من يمكن ده كان في مؤتمر وزير التموين مع معالي وزير تجارة الصناعة توجيه بانه كل محافظة تنشئ على الاقل خمس شوادر او اسواق لبيع السلع الاساسية تم الاستقرار والتنصيق مع الاتحاد العامل للغرف التجارية وبدأنا في انشاء الشوادر بالتعاون مع السادة المحافظين ومع الغرف التجارية في كل محافظة بحيث ان احنا نزود المنافذ اللي بتبيع بالاسعار الرسمية والاسعار المعتدلة او العادلة ولما نتكلم عن الاسعار العادلة هو في تعرفها العلمي ما يتفق عليه الباقة والمشتري هو ده مفهوم السعر العادل لما يكون المشتري مش قادر على السعر يبقى اذا هذا ليس بسعر عادلا والدولة لا تتدخل طول الوقت في التفعيل يا جماعة ده يعني شيء يعني مش صحي مش صحي لمستهلك الدولة لما بتضطر ان هي تصدر تفعيلة جابرية يعني كما لو كنت بتعلن حالة طوارئ مسألة يعني بتاخد من الدولة ومن الحكومة جهد كبير جدا 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 لان ده يعني اجراء مش عايز اقول اكتر من انه كما لو كان قانون طوارئ زي ما عملنا سلعة الورز كسلعة استراتيجية ده وفقا لقانون حماية المستهلك يصدر بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء ولمدة محددة لان ده ضد آليات السوق الطبيعية آليات السوق الطبيعية اللي بتحقق الاتزال والسعر العادل هي المنفسة هي المنفسة والرقابة لكن لما الدولة بتلجأ لها بتكون غصبة عنها حالك بتقول ضرب بيد من حديد مؤكد قادي حملة الجهاز او دلوقتي اهو فضل حاجات المنتجة الصلاحية هي اه مش بس يعني احنا مش بس النهاردة بنتوقف عن المنتج المنتجة الصلاحية انا لسه فخورا باللي انا هقوله احنا مرينا على مية اكتر من مية وعشرين الف منشأة امe واعملنا توفيق اوضاع على حوالي 40% منهم ناس من البسطاء يقولك انا مش عارف ان حط السعر فين إحنا بننزل أماكن يا أستاذ أحمد عفوا يعني أنت اللي أقوله ده قد لا يليق إن إحنا نقوله يعني لكن في أماكن عبارة عن قوضة في شقة وشباك مفتوح بتبيع منها